بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن فضل الله عز وجل عظيم على عباده وما من فعل من أفعال الله عز وجل إلا وفيه الحكمة البالغة في كل شيء في الخلق والتقدير حتى في التضييق على بعض عباده في الرزق قد قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون تفاوت الناس في الرزق قضية مهمة جدا لماذا تفاوت الناس في الرزق لماذا هذا غني وهذا فقير لماذا هذا مدين وهذا غير مدين لماذا هذا سؤال يطرح عند كثير من الناس ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف بأن الله عز وجل عندما يوزع هذه الأرزاق أنه عليه واجب الشكر أن يشكر الله عز وجل لأنه أعطاه هذا الرزق وهذا الخير كذلك الواجب على من قد يضيق عليه في شيء من الرزق أن يصبر فيعيش المسلم بين الشكر والصبر وهما نصفاء الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن فالمؤمن يعيش بين الصبر والشكر في السراء والخير يشكر الله عز وجل وفي الضراء والمحنة يصبر لما يقدره الله عز وجل لماذا يتفاوت الناس في الرزق سؤال مطروح لماذا قني وفقير عنده مال ليس عند مال لماذا لماذا أمور كثيرة أولا قسم الله عز وجل الأرزاق لعباده ليعلم أنه هو الملك المدبر لجميع الأمور يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم فالذي يوزع هذا الأرزاق إنما هو الله ولا يقسمها سبحانه وتعالى إلا لحكم جليلة وعظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ومن حكمة التفاوت في الأرزاق لو كان الناس كلهم في مستوى واحد في الرزق تعطلت الدنيا وتعطلت كثير من الأعمال فلا بد أن يكون هناك غني ولا بد أن يكون هناك فقير محتاج لهذا الغني وكذلك الغني محتاج لهذا الفقير في العمل فلا تستقيم الدنيا إذا كان الناس كلهم في مستوى واحد وإذا قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون الأمر الثالث الابتلاء والاختبار يتفاوت الناس في الرزق ابتلاء واختبار ليبتلي الله عز وجل هذا الغني بغناه هل يعطي حق الله عز وجل أو لا ويبتلي الفقير بفقرة هل يصبر على ما قسمه الله عليه ولا يتضجر ولا يقول لماذا ولماذا ولماذا ولذلك هذا أيضا من الأسباب كذلك من أسباب التفاوت في الرزق أن الله عز وجل يعطي هذا ويمنع هذا حتى يعرف الناس قدر نعمة الله عز وجل عليهم فيعرف الغني قدر نعمة الله عز وجل عليهم ويعرف الفقير قدر نعمة الله عز وجل والله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى كذلك من أسباب التفاوت في الرزق أن الله عز وجل يبسط الرزق لبعض عباده وقد يقبضه على بعض عباده ليعلم أن هناك تفاوت في الدنيا ويشير إلى أن هناك تفاوت في الآخرة وهو التفاوت الأعظم وإذا قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورة وقال عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فهذا التفاوت في الأرزق في الدنيا يشير إلى التفاوت في الدرجات في الآخر وهو أهم فلذلك من صبر وشكر في الدنيا تكون درجته عند الله عز وجل عالية من الأمور المهمة في هذا الباب أن نعرف أن إذا عرفنا أن هناك تفاوت في الرزق فينبغي أن نعرف أسباب الرزق يعني نسعى كيف يسعى الإنسان لكي يرزقه الله عز وجل أولا بتقوى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذن أعظم أسباب الرزق أن تتق الله عز وجل تتق الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواي حتى يرزقك الله عز وجل ثانيا التوكل على الله عز وجل مع بذل الأسباب يقول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا تغدو يعني في الغدوة في الصباح خماصا جائعة بطونها فاضية وتروح بطانا الرواح آخر النهار وبطونها مملوئة بمعنى أنها سعت في رزق الله عز وجل فرزقها الله سبحانه وتعالى ومن أسباب الرزق صلة الرحم وخصوصا الوالدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل الرحمه فصلة الرحم من أعظم أسباب سعة الرزق كذلك الإنفاق في سبيل الله في وجه الخير وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أو ينفق للإنسان دينارا أو نصف دينارا أو مئة فلس لله عز وجل الله عز وجل يضاعف له في الرزق وخامسا شكر الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم فكلما شكر المسلم ربه عز وجل زاده الله في الرزق أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنة وصفات العلا أن يرزقني وإياكم من فضله إنه سميع المجيب والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد نادي الإقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز تحت رعاية جمعية إنسان الخيرية ترجمة نانسي قنقر